أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية مطاف تهديداته تعليق مساهمة بلاده المالية في ميزانية منظمة الصحة العالمية التي تكافح مع آخرين فيروس كورونا ترامب أمر إدارته بتجميد التمويل الأمريكي للصحة العالمية متهما إياها بارتكاب أخطاء تتعلق بسوء الإدارة الشديد وبالتعتيم على تفشي فيروس كورونا وتقديم معلومات خاطئة حصلت عليها من الصين التي ظهر الفيروس على أراضيها لأول مرة أواخر العام الماضي ما تسبب بوفاة الألف صحيفة وولستريت جورنال نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن تعليق المساهمة الأمريكية في ميزانية منظمة الصحة العالمية والتي تقدر بنحو 20% من إجمالي ميزانية المنظمة والتي تتلقاها من وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الصحة ووكالات أخرى مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يو اس ايد سيدخل حيز التنفيذ فورا ما يعني أن التأثير سيكون سريعا على أنشطة المنظمة وأنه بغياب المساعدات الأمريكية ستواجه المنظمة نقصا كبيرا في التمويل وفي ظل قرار ترامب الحالي يتوقع أن يعطل قراره بعض البرامج في ظل أزمة وباء كورونا تعطيل أبدى الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي اعتراضهم عليه إذ قالوا إنه لا يمكن لترامب قطع تمويل المنظمة العالمية بمفرده لكن مسؤولين في مكتب الميزانية بالبيت الأبيض قالوا إن لدى ترامب خيارات أخرى سيكشف عنها لاحقا ويتهم ترامب منظمة الصحة العالمية بالانحياز إلى الصين وتواطئها معها في عدم الإبلاغ بشفافية عن الكارثة الصحية التي امتدت من مدينة ووهان وسط الصين إلى العالم أجمع فيما يتهم ترامب من قبل منتقديه بأنه عمد في بداية الأزمة وعلى مدى أسابع عدة للإشادة بالطريقة التي تعاملت بها الصين مع الفيروس والتقليل من الخطر الذي يمثله الوباء على بلاده